ايه هو مفهوم البركة في الرزق رغم ان الناس كتير مش فهمة فلسفة التجارة التجارة كانت ميت النبي عليه الصلاة والسلام وكان له فيها يعني احاديث كثيرة عن ان البركة تأتي ازاي وطرقها ازاي ازاي يسر على الناس خلينا ناخد المفهوم الاخر قبل ما نرجع مرة تانية نتكلم على الاحتقار نعم البركة ليست معناها كثرة المال ولكن الله عز وجل يعطي الانسان البركة بمعناها انه يزيد له في هذا المال ولو كان يسيرا يعني يعني يفعل بهذا المال اليسير امورا كثير اشترى طعاما قليل ولكن وضع الله عز وجل البركة فيه بالرغم انك ترى الطعام يسير لا يكفي لهؤلاء الناس ولكن الله عز وجل يضع فيه البركة فيكفي هؤلاء الناس كما كان يحدث مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شربة من أو يعني إناء فيه لبا يسير ثم يصطح منه الكثير هذا ببركته ولكن لا ننسى أبدا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تسبب في هذه البركة وكذلك البركة في العمر البركة يعني يزيد الله عز وجل في عمرك فتعمل الأعمال الكثيرة في وقت يسير كذلك المال تفعل وتشتري به أمور كثيرة جدا 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 ولكن المال مقداره يسير نعني أو نريد أن نوضح للناس العبرة ليست بكسرة المال ولكن العبرة أن يعطيك الله عز وجل البركة فيه ربما حضرتك تشتري شيء معين هذا الشيء غالي الثمن ثم يفسد هذا الشيء هذا نزعت منه البركة ربما نزعت منه البركة وربما تشتري شيء يسير جدا 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 ولكن يضع الله عز وجل لك البركة فيه فيغنيك عن الكثير دائما كان يضرب مشيخنا المثل في البركة بالمرض يقول لك إذا مرض أحد أسرة الشخص الفقير فأذهب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب فيعطيه مقدار قليل جدا من عليك اسبرين فيشفي الله عز وجل بها لأنه لا يملك أن يدخل ولده المستشفيات الكبيرة أو عند الأطباء وبيبقى عفوا لغاية كلامك وبيبقى بيأكل أكل مش صحي وبيش شرب مويا مش صحي وربنا بيدي له ربما بيدي له قوة يمنع الله عز وجل عنه الضر صحيح ويمنع الله عز وجل عنه البلاء ويوفق الله عز وجل أبنائه ويرزق الله عز وجل هذا العبد وأبنائه القبول بس ده مش مرتبط بالغنى والفقر ده مرتبط بصلاح العبد هو مرتبط برزق من ربنا مرتبط بالبركة بيبعاته للي هو البركة أنا أعزي أن البركة مش مرتبطة بالغنى والفقر ربنا بيبارك للغني وللفقير المتقي نعم ولا أنا كلامي لا تمام يعني هو إحنا عاوزين نوضع أن البركة ليست متعلقة بالمال فقط فالبركة متعلقة بكل جوانب الإنسان